نروح لموضوع تاني مع حضراتكم النهاردة في صباح الخير يا مصر موضوع بيقرق يعني أسر كتير جدا خصوصا لو في أسر فيها حد مدخن تدخين طبعا ما فيه شك إنه من أخطر الأشياء اللي ممكن تضر وتدمر صحة الإنسان كمان بعض الناس ما تعرفش إنه الأضرار السلبية الكبيرة اللي ناتج عن التدخين ممكن تؤثر على كل محيطك الأب اللي بيدخن في البيت بقدام ولاده وقدام الأطفال الصغيرين ممكن يؤثر بشكل كبير على الرئة الخاصة بيهم والجهاز الرئوي والتنفسي مشاكل كتيرة جدا ربنا يعافينا منها من التدخين المباشر أو حتى يجومنا التدخين السلبي صحيح محمد طيب إيه بقى مخاطر التدخين على الرئة إيه إزاي بيؤثر على صحة الإنسان حتى يمكن التدخين كمان السلبي كل دي أسئلة خلينا عرف إجابتها من خلال ضفنة النورة في ستوديو سباعة خير يا مصر دكتور محمد حسين أستاذ جراحة الصدر وكلية الطب عين شمس سباعة خير على حديثك يا دكتور النور سباعة النور يا فندم أهلا وسهلا سباعة النور وأهلا وسهلا بسهد المشاهدين أهلا بحضرتك يا فندم هيمكن فكرة أضرار التدخين أو موضوع أضرار التدخين والأبحاث اللي طول الوقت بنقرأ عنها وبنسمع عنها طول الوقت بنسمع عنها بقلنا سنين كتير جدا لكن كمان كل فترة بيظهر خيقول حاجة سلبية جديدة أضرار جديد كل شوية بنكتشف أمراض لها علاقة بالتدخين ما كناش نتخيل لها علاقة بالتدخين لو هنقول دلوقتي حسب آخر الأبحاث يا فندم إيه هي أضرار التدخين على صحة الإنسان؟ طبعا أضرار التدخين كتيرة هنبدأ الأول بأضرار التدخين غير الأورام التدخين ممكن بيعمل سدة رئاوية بيأثر على وظائف التنفس بيعمل تعب في الجهاز التنفسي وضيق في الشعب الهوائية إضافة طبعا إلى زيادة نسبة الأورام الحقيقة التدخين مش موضوع أورام رئة فقط التدخين ممكن يزود نسبة أورام الرئة بنسبة 90% 90% من الناس اللي بيجي لهم سرطان رئة هم من المدخلين فقط 10% اللي مش مدخلين الحاجة التانية إنه هي مش أورام الرئة فقط أورام المريء أورام الحجاب الحاجز أورام القصبة الهوائية والشعب الهوائية كل دوت بتكون أورام ناتجة عن التدخين وطبعا زي ما سيادتكوا تفضلتوا بالنسبة للتدخين السلبي التدخين السلبي فيه أهمية زي التدخين الإيجابي بالزبط ليه بقى؟ تدخين السلبي بيبقى مثلا الراجل مننا قاعد في البيت وبيدخن والبيت مقفل فبالتالي اللي قاعدين مع زوجته وأولاده هم بيستنشقوا الدخان ده كله وبيحصل لهم نفس اللي بيحصله بس يمكن أكتر كمان لأن هم دلوقتي اللي بيدخن بيطلع الدخان بيطلع الدخان لكن الطفل أو السيدة اللي موجودة في البيت ديت بتستنشق وهي ما بتطلعش زيه فبالتالي بيحصل لهم نفس الإفكت ونفس الأثار السلبية ودي رسالة الحقيقة أي حد بيدخن في البيت طبعا الأفضل أنت ما تدخنش ولو حددخن اتفضل برا البيت اتفضل في البلكونة لكن مفيش دعاية تأذي اللي حولك طب مجتمع المدخنين بيبقى فيه كده شوية أسئلة أو بيقولوا أنه الواحد لما يقلل من عدد السجائر أو تدخين يوميا ده ممكن يضمن له صحة أفضل محدش يقدر مثلا المدخن أنه يمنع مرة واحدة أو يبطل مرة واحدة ودي برضو من المشاكل اللي بنشوفها كتير جدا من أي حد مدخن ناوي يقلع عن التدخين هل الكلام ده حقيقي أنه عاد يعني لو سجارة زي بكأنه بيشرب عشرين سجارة نفس الضرر؟ لا مش نفس الضرر كل لما زادت عدد السجائر كل لما زاد نسبة الإصابة بالأورام حتى لما بنيجي نعمل فيه حاجة مهمة جدا برضو احنا حابين نتكلم عليها النهاردة وهو الإجراءات علشان الكشف المبكر عن الأورام لما بنيجي نتكلم عن الكشف المبكر عن الأورام ده بيكون عبارة عن أن المدخن بيعمل أشعة مقطعية قليلة الإشعاع مرة في السنة طيب مين اللي بيعملها؟ المدخن اللي بيشرب علبة كاملة في اليوم لمدة عشرين سنة أو علبتين لمدة عشر سنوات المدخن اللي بيشرب سجارة أو سجارتين أو خمسة في اليوم نسبة إصابته بالأورام أقل كثيرا من اللي بيشرب عشرين فبالتالي اللي بيشرب عشرين سجارة في اليوم لو يقدر يقلل ده حيقلل مخاطر الإصابة بالأورام ولو يقدر يوقف ده أفضل وطبعا في عندنا طرق كتيرة للمساعدة على تبطيل التدخين منها الباتش اللي هي اللازقة اللي بتتلزق على الكتف وتدي للشخص النيكوتين ومنها استشارة زملاء الأطباء في الأمراض الصدرية والأمراض النفسية فيه ناس دلوقتي متخصصة من الأمراض النفسية علشان يساعدوا الناس إنها تبطل تلك فيه ناس يعني بتعتقد أو فيه ناس فعلا شايفة إنه فكرة الإقلاع عن التدخين هي قرار بعيدة عن أي استخدام أي باتشز أو أي حتى عوامل المساعدة ولكن بتختلف من شخص لآخر بكل تأكيد ده حقيقي أنا متفق معك تماما هو قرار هو ممكن الواحد النهاردة يصحى دائما نقول للمرضة بتوعي حاجة كلنا في الآخر هنبطل تدخين سواء بمزاجنا أو غزبن عننا هنبطل تدخين ليه غزبن عننا لما الواحد هيجيله لا قدر الله ورم في الرئة حيبطل تدخين غزبن عنه خلاص هو مش قادر يتنفس لما هيجيله انسداد رائوي غزبن عنه هيبطل لما يجيله أزمة قلبية ويبدأ أنه يدخل في دعامات أو فتح وجراحات شرائين برضو هيبطل فبالتالي نخلينا نصحين كده ونبطل بدري قبل ما يحصل لنا مشاكل دي قبل ما نتكلم مع حضرتك على فكلة أورام الرئة وطرق العلاج منها وكيفية العلاج منها وحتى نسبة الشفاء منها خلينا برضو نتصرق لموضوع آخر وشكال مختلفة من التدخين ونؤكد على الناس مرة تانية فيه ناس شايفة أن الشيشة أقل ضرر فيه ناس شايفة أنه الفيب أو السجارة الإلكترونية حتى أقل ضررا ولكن بعض الأبحاث بتشرينها أكثر حتى ضررا من التدخين التدخين كله له نفس الأضرار بما فيها الإشاعات اللي بتطلع على طول على الفيب والسجارة الإلكترونية أنها أقل ضررا لا الحقيقة أنا شايف أنها أكثر ضررا لأن فيه أضرار منها إحنا لسه بنعرفهاش مواد كيميائية بتبقى وجود ولسه بنعرفهاش لأن دي حاجات كلها بقالها أقل من عشر سنين بالضبط السجارة إحنا عارفين أولها من آخرها وعارفين أضرارها واتعابل عليها آلاف الأبحاث لكن الحاجات دي هي فيها نفس الأضرار بتاعت السجاير وفيها حاجات تانية لم تكتشف بعد فبالتالي الشيشة الفيب السجاير الإلكترونية السجاير العادية البايب كل دوت لي نفس الأضرار التبغي المسخن بقوله مثلا ممكن التبغي لما يبقى مسخن ده اللي هو منتشر دلوقتي ده برضو ليه ضرر شديد نفس الأضرار وأضرار شديدة وزي ما بقول فيه أضرار لم تكتشف بعد وحناكتشفها بعد عدة سنوات طب لو شخص بيشوفنا ومدخن يبتدي إلى إمتى يعني يبتدي يزور الطبيب إمتى يعني إحساس أنه فيه مشكلة في الجهاز التنفسي تنصح المدخنين طبعا نصيحة الأهم أنه يقلع عن التدخين تماما لكن يبتدي يتطمن على صحته إزاي ده سيؤال في منتهى الأهمية مشكلة سرطان الرئة هو أن دايما بيكتشف متأخرا يعني مثلا يكون السرطان موجود ويكتشف بعد سنتين ثلاثة من وجوده في الجسم ليه بقى؟ المدخن كده كده بيكحة تمام؟ من أعراض سرطان الرئة الكحة وتغير الباترن أو شكل الكحة بتاعته فأول حاجة لو المدخن بدأ مثلا قبل كده كانت الكحة دايما نشفة وبدأت الكحة تبقى مدممة وفيها بلغة بشكله غريب شوية لازم تلفت نظره تاني حاجة لو بدأ إنه هو يخس في الوزن وبدأ إن شهيته للأكل تقل ده برضو لازم يبقى مؤشر وجرس إنذار ليه تالت حاجة لو بدأ نفسه يتعب بزيادة عن الطبيعي بتاعه والنهجان يزيد معناها ممكن إن الورم بيجبر أو إن الورم بدأ يسد الشعب الهوائية رابع حاجة لو بدأ يحس بآلام في الصدر الورم لما بيجبر ويبدأ إنه هو يقرب من القفص الصدري بيلمس الأعصاب فبيبدأ يعمله آلام في الصدر بعض الناس بتعتقد إن الألام ديت مثلا نتيجة للقلب أو كده لكن في حالات كتيرة بتكون الألام ديت نتيجة للورم السرطاني اللي بدأ يقرب من القفص الصدري للإنسان كل دي أعراض لازم الواحد يخلي باله منها وأؤكد مرة تانية إن الأهم بالنسبة للمدخنين أولا تقلع عن التدخين وثانيا لو أنت مدخن لفترة كبيرة حتى لو بطلت بقالك أكتر من عشر سنوات لكن كنت بتدخن لفترة أكتر من عشرين سجارة في اليوم لمدة عشرين سنة أو أربعين سجارة لمدة عشر سنوات لازم كل سنة نعمل مرة واحدة أشعة مقطعية بدون سبغة وده للاطمئنان زي ما تسيدات مثلا بيعملوا ماموغرافي سنويا بعد سن الاربعين أي حد لازم يعمل الأشعة المقطعية ديت مرة سنويا لو هو مدخن وعلى فكرة برضو حاجة تانية زيادة التدخين في السيدات الفترة ديت كلنا بنشوف دلوقتي على الكافهات وكده السيدات بتشرب شيشة والسيدات اللي بتدخن وهكذا وبدأت تزيد كثيرا جدا نسبة الأورام اللي بنشوفها وبنعمل لها عمليات بشكل يومي بالنسبة للسيدات فبرضو ده جرس إنزاء طب يا فاندم بنسبة للنقصة دي هل تأثير التدخين على السيدات أقوى من الرجال ولا نفس التأثير نفس التأثير يعني كأبحاث وكستاتيستيكس هو نفس التأثير ولكن دلوقتي بقى التأثير ظاهر بشكل أكتر كثيرا في السيدات لأن نسبة زيادة التدخين في السيدات في العشر سنوات الأخيرة زادت كتير جدا في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة طيب من نسبة لسرطان الرئة طبعا بنا يحفظ الجميع يا رب من المتعرفة علينا فيه أنواع سرطانات بتكون أصعب من غيرها أولا عايزة عرف من حضرتك مدى قطورة سرطان الرئة تاني حاجة هل طريقة أو آلية العلاج منه هل هي فقط إجراء عملية جراحية ولا ممكن يكون فيه آليات أخرى لعلاج سرطان الرئة طبعا اكتشاف سرطان الرئة زي ما قلنا قبل كده أول ما المريض بيبدأ يشتكي من بعض الأعراض ساعتها لازم يزور الطبيب المتخصص وهو عادة سيكون طبيب الأمراض الصدرية طبيب الأمراض الصدرية لما بيشوف بعض الأعراض ديت هيطلب من المريض أشعة مقطعية على الصدر هتبيننا الورم بيينة الورم بنطلب حاجة اسمها مسح زري عشان نشوف باقي الجسم هل هو سليم ولا لأ بعد المسح الزري بعد كده بيتم تحويل المريض إلى جراح الصدر طيب إيه علاج الأورام؟ دايما علاج الأورام في أي مكان من الجسم حاجة من ثلاثة يأما العلاج الجراحي يأما العلاج الكيموي يأما العلاج الإشعاعي طبعا العلاج الكيموي ده شامل الهرمونال وشامل العلاج الموجه والعلاج المناعي وبعض العلاجات اللي تحت العلاج الكيموي علاج الأورام بتاعت الرئة أورام الرئة من الأورام الشارسة وعشان كده دايما بننصح أن احنا نحاول نكتشف ورم الرئة بدري وده بيفرق كتير جدا لو اكتشفنا الورم في المرحلة الأولى نسبة الشفاء اللي هي أن الواحد يعيش خمس سنين بعد الورم أنه غير ما يحصل له حاجة نسبة الشفاء بتصل إلى 80% المرحلة التانية بننزل إلى 60% المرحلة التالتة بننزل كثيرا إلى 25% المرحلة الرابعة بننزل كثيرا إلى 5% العلاج دايما بيبقى علاج تعاوني ما بين الجراح وما بين دكتور الأورام وما بين دكتور الأمراض الصدرية وده بيكون فيه communication ما بيننا وما بين بعض لمصلحة المريض يعني قلع التدخين هو قرار ورب كل حد يكون مدخن يكون سمع الفقرة دي وشاف التحذيرات الخاصة بالتدخين وأنه إن شاء الله لن بيبطل تدخين الرئة بتستعيد عفيتها بعد كده على مدى طويل والصحة بتتحسن وكل وضائف الجسم كمان بتتحسن شكرا جزيلا على كل المعلومات دكتور محمد حسين وستاذ جراحة الصدر بكلية الطب جامعة عين الشمس نورتنا شكرا لنعرف شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك